اشتركوا في القناة إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يجب الاعتقاد بأن القرآن العظيم محفوظ من التحريف ومحفوظ من التبديل والتغيير ومحفوظ من التزييف لأن الله تعالى ضمن في القرآن أن يحفظ القرآن فقال وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ القرآن لا يستطيع الكفار لو اجتمع كفار الإنس والجن معاً في الشرق والغرب معاً لا يستطيعون لا يقدرون على تحريف القرآن ولا على تبديله ولا على تغييره ولا يستطيعون أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه لأن القرآن أنزل للإعجاز لأن القرآن أنزله الله تعالى على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز والرسول عليه الصلاة والسلام تحدى الكفار فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه لهي ثلاث آيات الله ماذا قال في القرآن الكريم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا الله ماذا قال وَلَنْ تَفْعَلُوا إذن لا استطاعوا في الماضي ولا يستطيعون اليوم لا يقدرون على ذلك الله لا يمكنهم من ذلك القرآن ليس من تأليف ملك ولا من تأليف جني ولا من تأليف إنس إنما نزل به جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل ليس له تصرف في القرآن جبريل ليس له تصرف في القرآن جبريل لا يغير في المصحف جبريل لا يبدل في المصحف إنما وظيفته أن ينزل به كما أمر على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال علماء أهل السنة جبريل عليه السلام أمر بأن يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ فأخذه وجده مكتوبا هناك في اللوح المحفوظ أخذه كما هو من غير تبديل ولا تحريف ولا تغيير ولا تصرف يعني جبريل ما بيزيد بالمصحف ولا ينقص من المصحف لا يتصرف في المصحف إنما أمر بأن ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ لأن اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل الكتب السماوية مش بس القرآن الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء موجودة هناك في اللوح المحفوظ جبريل عليه السلام وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ أخذه ونزل به قراءه على الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء بعض أهل السنة والجماعة ماذا يقول وهنا انتبه جيدا بعض العلماء أهل السنة يقول إن جبريل عليه السلام سمع كلام الله الذاتي لهم من حرف ولا صوت ولا لغة ولا مبتدأ ولا مختتم بلا فم ولا لسان ولا أسنان ولا استكاك أجرام ولا انسلال هواء ولا مخارج حروف ليس باللغة العربية ولا العبرية ولا السوريانية ولا بأي لغة من اللغات ولا يشبه كلام الإنس ولا الجن ولا الملائكة سمع الكلام الذاتي الذي هو صفة من صفات الله الذاتية هذه الصفة أزلية أبدية كل صفات الله القائمة به يعني السابت له مش يعني حالة فيه يعني السابت له كل صفات الله الذاتية أزلية أبدية ليست حادثة منها مخلوقة ما ألها بدي ما ألها نهي ما بتتغير لا تتغير لا تتبدل جبريل سمع كلام الله الذاتي الذي لا يشبه كلام المخلوقين وفهم أن تبه معي فهم من كلام الله أن ينزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم والله خلق حروفا بنظم القرآن نتبه مش كلام الله حرف صوت لغة لا كلام الله أزلي أبدي من حرف ولا صوت ولا لغة الله خلق حروفا خلق حروفا مقطعة بنظم القرآن فأخذها جبريل تلقفها ونزل بها على الرسول قراءها على الرسول وهنا انتبه جيدا ليس جبريل هو الذي نظم المصحف لا ليس جبريل هو الذي عبر بعبارة من عند نفسه فكانت هذه العبارة هي القرآن لا هذا من اعتقده لا يكون من المسلمين لماذا؟ لأنه يكون جعل القرآن من تأليف جبريل والقرآن كما قلنا في البداية ليس من تأليف إنس ولا جن ولا ملائكة ليس من تأليف جبريل جبريل ما له تصرف في القرآن ما بيزيد ما بينقص ما بيغير ما بيبدل بل حتى أسماء السور حتى أسماء السور سور المصحف في القرآن وأسماء الآيات وترتيب السور وترتيب الآيات وهذه الآيات في هذه السورة كل هذا من تعليم النبي للصحابة والنبي علمهم ذلك بالوحي انتباهنا؟ النبي علمهم ذلك والنبي بالوحي علمهم ذلك إذن جبريل ما بيغير بالمصحف في القرآن لا يغير في القرآن ما بيسماء له تصرف بعض الناس بيقولوا أن جبريل هو عبر بعبارة من عند نفسه فكانت هذه العبارة هي القرآن هذا كفر هذا خروج من الإسلام هذا معناته أن القرآن من تأليف جبريل هذا معنى أن جبريل هو الذي ألف القرآن ونظمه رتبه وعبر بعبارات من عند نفسه فكانت هي القرآن هذا معنى الكلام وهذا كفر الله ماذا قال؟ إنا نحن ماذا؟ نزلنا إن هذا للتعظيم ليس للجمع إذن القرآن منزل من عند الله بأمر الله نزل مش بيه تصرف جبريل مش بيه من تأليف جبريل ليس من تأليف جبريل فمن هنا ينبغي أن تحذروا من بعض ما في كتب العقيدة ومن بعض ما في كتب التفسير من هذه العبارة الكاسدة الفاسدة المخالفة للقرآن والدين التي فيها يقولون جبريل عبر بعبارة من عنده فنزل بها على الرسول قراءها على الرسول أنه على زعم جبريل سمع الكلام الذاتي بعدين هو من عند نفسه عبر بعبارات ونزل فيها على الرسول هذا كفر وهذا موجود وين؟ في كتاب الإتقان في علوم القرآن كتاب الإتقان للحافظ الصيوطي نحن لا نجزم أن الصيوطي هو قال ذلك بل نحن نظن أنه دس عليه أنه دس عليه وبالماضي كان تحريف الكتب سهل تحريف الكتب كان سهلا إذا واحد أحيانا بده ينصح الكتاب كان يستأجر أنه الساخ وإذا كان هذا الشخص له أعداء أو المشبهة أو المجسمة بيجعل هذا الناسخ بيتفعوله مال كثير بيقول له إذا وصلت إلى هذا الموضع فقول كذا اكتب كذا أو الكاتب يحرف من عندي نفسه أو بغير انتباه منه أو بعض الذين نقلوا عن هذا العالم أسقطوا هذه العبارة أو زادوا هذه العبارة هذا كله ممكن أما نحن لا نجزم على الصيوطي أنه قال ذلك الصيوطي عالم كبير من علماء المسلمين وهو متفن في أنواع العلوم هو الصيوطي رحمه الله نقل عن الشافعي المجسم كافر هو الصيوطي نقل ذلك فنحن ما بنقول قال الصيوطي نقول في كتابه في هذا الكتاب الذي هو للصيوطي هذه الكفرية موجودة هذه الكلمة موجودة على أننا لا نجزم بنسبتها للصيوطي بس هذا الكلمة موجود ومطبوع وفي الأسواق وبالمعاهد يقرأوه في المعاهد يقرأونه وموجود هذه الكفرية هذه الكفرية موجودة فيه وليس فيه فقط بل ببعض كتب العقيدة موجودة هذه في عدة كتب موجودة طيب هذا التكذيب للإسلام يا أخوانا لما بيقولوا أن جبريل هو على زعم هو عبر بعبارة من عند يفسه عن كلام الله الذاتي ونزل بهذه العبارات التي الله أقدره عليها على محمد على زعمهم هذا خلاف العقيدة هذا ضد عقيدة أهل السنة والجماعة أليس الله يقول في القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذن انتبهوا هذه العبارة حزروا منها بعض الناس قرأوا في بعض كتب العقيدة فمروا على هذه العبارة فاعتقدوها صدقوها للصيوط ولليس لصيوط هذه الكتب الكتب بأسماء بعض العلماء المشاهير لكن موجودة وإن كانت هذه الكتب نسبة لهؤلاء العلماء نحن لا نأخذ ما فيها من غلط لا نأخذ ما فيها من خطأ لا نأخذ ما فيها من ما يخالف العقيدة من ما يخالف الإجماع بعض الناس قرأوا هذه المسألة فاعتقدوها كثروا الشيخ رحمه الله قال من اعتقد هذا يتشهد قال يتشهد لذلك جبريل عليه السلام نزل من القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون جبريل له تصرف في القرآن يعني ليس جبريل عبر بعبارة من عند نفسه فكانت هذه العبارة هي القرآن لا خليني أغرب لكم المسألة لبعض موسى عليه السلام موسى عليه السلام أنا النبي الرسول أليس سمع الكلام الذاتي بلى موسى عليه السلام سمع كلام الله الذاتي له من نحرف ونصوت من المؤلنا ولا يشبه كلام المخلوقين ولم يسمعه موسى كما يسمع الأصوات لا والكلام الذاتي ما حل في أذن موسى إنما ربنا سبحانه رفع الحجاب المعنوي عن سمع موسى فسمع عن كلام الذاتي الذي لا يشبه كلام المخلوقين ولم يسمعه كما يسمع الأصوات لا ولم يسمعه بلغة من اللغات موسى وقومه أي لغة كان يحكو العبرية هو موسى ما سمع كلام الله الذاتي بالعبرية لأنه ربنا كلامه ليس لغة لا عربية ولا عبرية ولا سوريانية ولا غيرها من اللغات موسى وقومه يتكلمون العبرية أما كلام الله الذاتي ليس العبرية ولا العربية ولا السوريانية هو ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة لأن الحرف والصوت واللغة صفات حادثة صفات حادثة متى وجدت؟ عندما وجد من يتكلم بها وأول من تكلم بالحرف والصوت واللغة هم الملائكة ثم إبليس ثم آدم أول من تكلم بالحرف والصوت واللغة الملائكة ثم إبليس ثم آدم وركز معي شوي انتبهوا جيدا الصفات التي تحل في الحادث وتقوم في الحادث ماذا تكون؟ حادثة شفتم أحلى العقيدة الحادث صفاته حادثة طيب مش سيدنا جبريل يتكلم بحرف صوت لغة يعني لفظه حادث آدم وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد مش يتكلمون بحرف صوت لغة يعني هذه صفات حادثة الصفات التي تحل في الحادث وتقوم في الحادث هي حادثة وصفات الأزلي الأبدي ماذا تكون أزلية أبدية ليست حادثة الأزلي الأبدي لا يتكلم بحرف وصوت ولغة لأن هذه الصفات حادثة فلو تكلم بها لكان حادثا إذ أن حدوث الصفة يستلزم حدوث إذن صفاته الأزلية ليست حادثة ومن جملة صفاته الأزلية كلامه وكلامه ليس بحرف ولا صوت ولا لغة إذن متى وجدت هذه الصفات الحرف والصوت واللغة عندما وجد من يتكلم بها وهم الملائكة أول شيء ثم إبليس ثم آدم إذن هذه الصفات لا تجوز على الله فهمنا هذه الصفات لا تجوز على الله وإلا لو كان يتكلم كما نتكلم نحن بالحرف والصوت واللغة لكان هو مثلنا حادثا وهذا مستحيل على الله الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية انتبه موسى هو يتكلم العبرية مش الكلام الذاتي عبري لا موسى هو يتكلم العبرية ولفظ موسى مخلوق وموسى مخلوق وسمع موسى مخلوق لكن مسموع موسى لهو الكلام الذاتي الأزلي ليس مخلوقا مسموع موسى لهو شو الكلام الذاتي الأزلي الأددي غير مخلوق ثم موسى عليه السلام أليس هو شرح لقومه موسى هو بيّن لقومه عن ما فهمه من كلام الله الزاتي هو موسى عبر لهم شرح لهم أفهمهم بيّن لهم عن ما فهمه من كلام الله الزاتي الأزلي قال لهم إنه فهم من كلام الله الزاتي الأزلي أن الله يقول له إنني أنا الله وقال لهم إنه فهم من كلام الله الزاتي إنك بالوادي المقدس طوى فاخلعنا عليك هذه الأشياء التي موسى شرحها لقومه انتبهوا ليست هي عين الكلام الزاتي الأزلي بل موسى عبر هو شرح بلغته لقومه عن ما فهمه من كلام الله بس هل قال موسى إن لفظ هذا هو عين كلام الله الزاتي لا هل قال موسى إن الله يتكلم بحرف وصوت ولغة لا لأنه أصلا جبريل لما يقرأ التوراة على موسى ولما يقرأ الإنجيل على عيسى ولما يقرأ القرآن على محمد لفظ جبريل حادث أم لا حادث وقراءة الأنبياء على أقوامهم حادثة أم لا إذن هذه صفات حادثة إذن انتبهوا ماذا قال هؤلاء إن جبريل سمع كلام الله الزاتي ثم هو من عند نفسه عبر بعبارات فهذه العبارات كانت هي القرآن هذا لا يليق هذا لا يليق هذا معناه أن القرآن من تأليف جبريل إذن انتبهوا عنا طريقتين هون لأهل السنة والجماعة شرحوا فيهما نزول القرآن على محمد الطريقة الأولى شو هي اللي قلناها وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ فأخذه وقراءه على محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ هذا يؤكد يؤكد أن جبريل ليس هو الذي عبر بعبارات من عند نفسه ليش؟ لأنه لو كان هو لي ألف القرآن فما هي العبارات التي أخذها من اللوح المحفوظ؟ إذن جبريل ما هو ليألف القرآن؟ جبريل أخذ اللفظ الذي وجده مكتوبا هناك وصار ينزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم نزل به منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكامل نزل القرآن على الرسول بخلال 23 سنة هذا شو يؤكد؟ منجما يعني مفرقا منجما يعني مفرقا يعني لم ينزل القرآن مجموعا بين دفتي المصحف مرة واحدة لا إنما أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ووضعه في بيت العزة في السماء الدنيا وصار من هناك ينزل أحيانا بسورة كاملة وأحيانا ببضع آيات منجما يعني مفرقا تكامل نزول القرآن بخلال 23 سنة لأنه لما نزل عليه القرآن القول الصحيح والمعتمد الذي قال به أهل التحقيق من العلماء أنه أديك العمر الرسول 40 سنة ما هيك؟ لما ميت الرسول أديك العمره 63 سنة يعني للفترة هايدي من لما نزل عليه القرآن إلى أن توفي أديك في هذه المدة كاملة نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قول لأهل السنة أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ بأمر لا مش من عند نفسه جبريل فعل ذلك لا ليس من عند نفسه إنما الله أمره بذلك أخذه فنزل به وقرأه على الرسول على حسب ما يؤمر جبريل مر سورة كيملي مره خمس آيات مره بضع آيات إلى أن تكامل نزول القرآن وهم في حكمة عظيمة يا أخوان حكمة عظيمة في ذلك ما هي؟ اسمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب المكتوب ولا يقرأه الله ماذا قال في القرآن لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ما كان يكتب المكتوب ولا يقرأه لما بتنزل آيات على الرسول يقرأها على الصحابة فيحفظونها بعد مدة بتنزل سورة بيقرأها على اليوم وبيحفظوها هذا فيه حكمة أنه كثير من الصحابة كانوا ما بيكتبه ولا بيقرأه وما دخلوا الكتاب وما كان يفكروا الخط فلما تكامل نزول القرآن كان عدد كبير من الصحابة حفظوا القرآن حفظوه عن ظهر قلب حفظوه عن ظهر قلب في بعض المعارك في قتال المرتدين في بعض المعارك نحن سبع مئة شخص ممن يحفظوه عن القرآن قتلوا كان في كثير من من حفظوه عن ظهر قلب مع أنهم كانوا لا بيكتبه ولا بيقرأه المكتوب لكن لما نزل على مراحل ودفعات حفظوه الله ماذا قال في القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وانتبهوا معي أمية النبي صلى الله عليه وسلم دليل نبوته أمية النبي دليل نبوته لأنه مع أميته جمع علم الأولين والآخرين مع أميته جمع علم الأولين والآخرين والقرآن هو الكتاب المهيم على الكتب السماوية السابقة القرآن فيه العقيدة وفيه الأحكام وفيه المعاملات وفيه الحس على مكارم الأخلاق وفيه النهي عن الرزالات وعن المنكرات فيه أخبار الأنبياء أخبار الأمم الماضية فيه عن أحوال الآخرة والجنة والنار فيه أحكام كثيرة القرآن العظيم أنزل كما قلنا في البداية للإعجاز إذن جبريل نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه عليه كما هو بلا تغيير ولا تبديل على حسب أمر الله عز وجل هذا القول الأول لأهل السنة والقول الآخر هو أن الله خلق حروفا مقطعة بنظم القرآن بنظم القرآن فتلقفها جبريل تلقفها جبريل ونزل بها على الرسول صلى الله عليه وسلم بلا تصرف من جبريل وليس جبريل هو الذي عبر بعبارات من عند نفسه ثم قرأها على الرسول فكانت هي القرآن لا الشيخ قال خلق حروفا وقال خلق صوتا يعني هذا استعمله الشيخ وهذا استعمله رضي الله عنه فإذن جبريل عليه السلام على التفسيرين لأهل السنة ليس له تصرف في القرآن عرفنا وين المسألة اللي بدنا نوصلها على التفسيرين لأهل السنة جبريل ليس له تصرف في القرآن والقرآن ليس من تأليف جبريل وإنما جبريل هو الملك المأمور من الله بأن ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا مسألة مهمة مما يؤكد مما يؤكد مذهب أهل السنة الذي ذكرناه خلال الكلام من أن كلام الله الذاتي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة مما يؤكد ذلك اسمعوا وانتبهوا جيدا معي أن التوراة الأصلية والإنجيل الأصلي والزبور الأصلي والقرآن الكريم والكتب السماوية المنزلة على الأنبياء المكتوبة في اللوح المحفوظ كل هذه الكتب هي عبارة عن كلام واحد أم لا شو درجة بعيد ما تستغربوا ما تتعجبوا كلام الله واحد كلام الله واحد كلام الله واحد يعني الإنجيل الأصلي ليس عبارة عن بعض وجزء من ما يعتقده المجسمة من كلام الله تعالى المتبعض لأنهن بيعتقدوا أن الله كلامه متبعضا أنه مثل ما بنحكي نحن بحرف صوت لغة ودفعات يتكلم ثم يسكت ويسكت ثم يتكلم ابن تينية ماذا قال؟ قال والله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء بل ابن قيم الجوزية وابن تينية ومن بعدهما من المجسمة صرحوا في مؤلفاتهم قالوا والكلام لا يكون إلا بالحرف والصوت وهذا تشبيه هذا تشبيه لله بخلقه فانتبهوا معها حرج عيد المسألة التوراة الأصلية المنزلة على موسى والإنجيل الأصلي المنزل على عيسى والزبور الأصلي المنزل على داود والقرآن وباقي كتب الله المنزل على الأنبياء كل هذه الكتب هي عبارة مع كلام واحد ليس كلاما متعددا لهون نشي الحال شو؟ نشي أو برجع عيد ارجع عيد ركزه التوراة الأصلية والإنجيل الأصلي والزبور الأصلي والقرآن العظيم والكتب السماوية المنزلة على أنبياء الله كلها عبارة مع كلام واحد واضح عن كلام واحد ليس متعددا وليس متجزئا وليس متبعضا هو كلام واحد لكن عبارة عنه عبارة عن هذا الكلام واحد بالتوراة الأصلية التي هي باللغة العبرية وبالإنجيل الأصلي الذي باللغة السوريانية وبالزبور الأصلي الذي باللغة العبرية وبالقرآن الذي هو باللغة العربية اللفظ المنزل لاحظوا انتبهوا هذه الكتب بلغات مختلفة بلغات مختلفة هي عبارة عن كلام واحد هذا يؤكد أن كلامه الواحد ليس لغة وإلا كيف يكون واحدا ويكون هو عبرية وهو سوريانية وهو عربية فهمنا؟ كيف يكون واحدا ويكون هذا الواحد هو اللغة العربية والعبرية والسوريانية وغير ذلك من اللغات فإذا هذا دليل لأهل السنة على أن الكلام الذاتي كلام كلام واحد ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة ليس مبتدأا وليس مختتما ليس ككلام الإنس أو الجن أو الملائكة بلا فم ولا أسنان ولا أدراس ولا استكاك أجرام ولا انس لا لهواء ولا مخارج حروف بلا حلق ولا لهات كل هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى فهذه الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء بلغات عديدة مختلفة كلها عباة عن كلام واحد حمني ها؟ شو يا أخوانا؟ لا ما عم نحكي على الشرائع موضوع عم نحكي عن الكلام الذاتي أنه منه حرف ولا صوت ولا لغة مما يؤكد ذلك أنه هو كلام واحد وأنه ليس حرفاً وليس صوتاً وليس لغة عبر عنه بلغات عديدة بكتب منزلة على الأنبياء وكل هذه الكتب واللغات إنما عبر بها عن ذلك الكلام الواحد الذي ليس متجزئاً وليس متبعضاً وليس بحرف ولا صوت ولا لغة فهمناها؟ هذا دليل لأهل السنة لو كان مثل ما بتقول الوهبية إنه الله بيتكلم بحرف صوت لغة فليجيبوا عن هذا السؤال كيف يكون واحداً وهو عبرية وهو في نفس الوقت السوريانية وهو في نفس الوقت العربية بزعمهم كيف يكون هذا؟ شو؟ واضح؟ إذن هذا دليل عقلي لأهل السنة والجماعة يؤكد صحة مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى كلامه كلام واحد ليس متبعضاً كلامنا نحن يتبعض كلامه لا يتخلله انقطاع كلامنا نحن يتخلله انقطاع انتبه معي جيداً أنا عم بيحكي بسكت كون عم بيحكي بيطرح واحد منكم سؤال بيسمع له فبيصير شو هون صارعنا؟ انقطاع ما هيك؟ هذه صفاتنا نحن وكلامنا نحن يتصب بذلك ابتداء وانتهاء ويتخلله انقطاع كلام الله لو كان كذلك لكان حادثاً ولو كان حادثاً لكان ذاته حادثاً كصفاته وهذا مستحيل إذا نشويش قلنا الأزلي الأبدي صفاته ماذا تكون؟ أزلية أبدية والحادث صفاته ماذا تكون؟ حادثة صفاته تكون مخلوقة ارهب بديل نهي تغير تطور تبدل ولو كان كذلك لكان محتاجاً لمن يغيره ويطوره ويبدله والمحتاج لا يكون إلهاً المحتاج عاجز ضعيف والعاجز لا يكون خالقاً لهذا الكون العاجز لا يكون إلهاً لا يكون رباً إذا ثبت أزلية ذات الله وأزلية صفاته وأزلية صفاته انتبه بعد عابل نقول كلام واحد هيك كلام واحد ليس متعدداً ليس متجزئاً ليس متبعضاً ولا يتخللهم قطاع إذا أجل ويحد سألك إذا ما معنى ما وراد في القرآن الكريم كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي كلمات هون ليست للجمع كلمات ربي هذا للتعظيم كما نعرف ونعتقد أن الله واحد لا شريك له ومع ذلك قال في القرآن إننا نحن نحيي ونميت وهذا ليس للجمع هذا للتعظيم وهكذا كلمات ربي للتعظيم وليست للجمع لأنه لو كان كلام الله يوصف بالتقطع والابتداء والانتهاء وأنه يتبعض لكان مثل كلام المخلوقين لكان ككلام خلقه لكان ككلام خلق الله وهذا لا يجوز إذا فما معنى كلمات ربي للتعظيم وليست للجمع شو معنى إننا نحن نحيي ونميت هل معنى هذا أن الله تعالى معه شركاء هاشا لله هاشا لله تنزه الله إنا نحن نحيي ونميت هذا للتعظيم وليس للجمع أليس في آية أخرى قال قل هو الله أحد وهنا يقول إنا نحن للتعظيم وهناك قال كلمات ربي وفي آية أخرى قال كلمة الله هي العليا كلمة الله هي العليا إذن أنه كلام واحد لكن في هذه الآية في هذه الآية جاء فيها لفظ كلمات للتعظيم وليس للجمع هذا معنى ما جاء في الحديث النبوي كذلك أي حديث أعوذ بكلمات الله التامات كلمات هون للتعظيم وليست للجمع هذا للتعظيم وليس للجمع وكذلك كما أن حياة الله مستحيل أن يتخلى لها انقطاع وإلى لا مات والله ماذا يقول في القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت اسمعوا انتبه لو كانت هذه الصفة الأزلية الأبدية صفة الحياة لله يتخلى له انقطاع لمعنى ذلك أن الله طرأ عليه الموت وهل هذا يقبله عاقل؟ لا هل يقوله مؤمن؟ لا وهكذا كلامه لا يتخلى له انقطاع واضح؟ لأنه هذه صفته وهذه صفته لأنه لو تخلى له انقطاع لكان متغيرا لكان حادثا والحادث لا يكون إلها لكان مثلا من شيء يقولنا الأزلية صفاته أزلية والحادث صفاته حادثة إذن من مذهب أهل السنة والجماعة من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله متكلم بكلام واحد لا يشبه كلام المخلوقين بالمرة بلا حرف ولا صوت ولا لغة وهذا الكلام الواحد هو أمر ونهي ووعد ووعيد وسؤال وتحضيض وهو كلام واحد وهو كلام واحد وهنا انتبه معي قد واحد يسألك واضح لنا هالمسألة اشرح لنا هالمسألة شوي بماذا نجيبه نقول له نحن يجب علينا أن نؤمن ونصدق بما جاء في الإسلام وإن كانت عقولنا لا تدرك هذا الأمر في الدنيا بأن الكلام الذاتي كلام الله تعالى الذاتي الأزلي واحد ليس متعددا ليس متجزئا وهو أمر وهو نهي وهو وعد وهو وعيد وهو سؤال وهو استخبار وهو تحضيض عقلك في الدنيا لا يدرك هذا لكن يجب عليك أن تؤمن وتصدق بذلك لأن الشرع جاء بذلك لكن انتبه معي في يوم القيامة في يوم القيامة الناس يسمعون كلام الله الواحد لا يسمعون كلاما متعددا كلام واحد يسمعون هذا يفهم من هذا الكلام الواحد أن الله راض عنه وهذا يفهم أن الله غاضب عليه وهذا يفهم أن الله يسأله لماذا فعلت كذا وهذا يسأله لماذا لم تفعل كذا وهذا ألم أعطيك كذا وكذا يوم كذا وهذا لم لم تؤمن برسول الذي أرسلت إليك يسمعون هذا الكلام الواحد من هو متعدد وكل منهم يفهم ما يفهمه من هذا الكلام الواحد هذا يوم القيامة أما في الدنيا الآن عقلك لا يدرك ذلك لكن يجب علينا أن نصدق هم في القيامة أليسوا يسمعون كلاما واحدا؟ بلى من هذا الكلام الواحد هذا يفهم أن الله راض عنه فيزداد فرحا وأنسا وسرورا هذا التقي والكافر يفهم من هذا الكلام الواحد أن الله غاضب عليه فيزداد فزعا وخوفا وقلقا مع أنهم كلهم سمعوا كلاما واحدا يسألهم عن ما أعطاهم يسألهم لما فعلتم كذا لما لم تفعلوا كذا كلهم يسمعون هذا الكلام الواحد أليس الرسول عليه السلام قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان يعني يسمعون الكلام الذاتي لكن التقي يفرح والكافر يحزن مع أنهم سمعوا هذا الكلام الواحد ما أنه كلام متعدد؟ ليس متعددا ليس متبعضا ليس متجزئا هذا من أصول مذهب أهل السنة والجماعة أفضل 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 العلوم أفضل العلوم علم التوحيد علم العقيدة وأفضل علم التوحيد أفضل علم التوحيد أفضل علم العقيدة تنزيه الله عن كل مشابهة المخلوقين والمسألة الثانية وإفراد الله وحده بالخلق والإيجاد هذا أفضل علم التوحيد أفضل مسألة في العقيدة هذه أفضل مسألة في التنزيه والتوحيد والعقيدة تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين وإفراده سبحانه بالخلق والإيجاد أي أن هذا الكون هذا العالم بما فيه هو بخلق الله وإيجاده وجد وأما الإنسان فلا يجد شيئا من أعماله الإنسان وعمله خلق لله سبحانه وتعالى لذلك يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى لا مشابهة بينه وبين شيء من مخلوقاته بالمرة لا مشابهة بينه وبين أحد من العالمين بالمرة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة والقرآن كما قلنا في البداية محفوظ من التحريف والتبديل والتغيير والتزوير والزيادة والنقصان وليس من تأليف إنسي أو جني أو ملك وكذلك محفوظ من التناقض والتضارب والتعارض قال الله تعالى في القرآن الكريم كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والتصديق وأثبتنا في البداية من الآية التي قرأنا أن الكفار لا يستطيعون أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن إذن الله حفظه من التحريف والتغيير والتبديل وأخبرنا أن الكفار لا يستطيعون ما بيقدروا يجيبوا مثل أقصر سورة من القرآن وأنه ليس فيه تضارب ولا تعارض كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والتصديق بعض الملاحدة شو بيقولوا عزعمون لما تثبت لهم أن الكتب الموجودة اليوم المحرفة ليست من عند الله وليست هي الكتب الأصلية المنزلة على الأنبياء بعض منهم من حرق تقلبه بيصير بدوا يحكي عن القرآن بيجي بيصير بدوا يقول أن القرآن فيه تضارب كمين القرآن فيه تناقض القرآن فيه تعارض عزعمون كلام بعض الملاحدة شو بتجاوبوا كيف بترد عليه انتبهوا الناسخ والمنسوخ الذي في القرآن هذا ليس فيه تضارب ولا تعارض الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ما فيه تضارب ولا فيه تعارض إنما الناسخ والمنسوخ فيه دليل عظيم على صدق القرآن وبلاغة القرآن وإعجاز القرآن وهو لحكمة عظيمة وليس فيه نسبة تغير علم الله ليس فيه نسبة تغير علم الله تعالى وليس فيه أن الله تعالى بدى له ما كان خافيا عليه كما يقول الكفار إنما في وقت من الأوقات أحل هذا الأمر لأنه سبق في علمه أن في ذلك حكمة وأن الناس يطيقون هذا وسبق في علمه الأزلي أن هذا في وقت كذا ينسخ فيكون هذا الحرام حلالا لهم وهذا مش معناته أن علم الله تغير ولا معناته أنه فيه تضارب وتعارض في القرآن واسمعوا معي مش قلنا من الشوي وعطينا دليل أن الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء كلها عبارة عن كلام واحد وهو الكلام الزاتي اسمع معي أليس كان من شريعة آدم أن يزوج بنيه من بناته مع اختلاف البطن سأرجع عيد العبارة اسمعوا أليس كان من شريعة آدم أن يزوج بنيه من بناته مع اختلاف البطن بلى بعد ذلك حرم هذا أم لا هذا من نتناقض ومن نتعارض ومن نتضارض لأن الذي نزل على آدم من الوحي الكتاب السماوي والذي نزل على عيسى والذي نزل على آدم وعالذي نزل على إبراهيم والذي نزل على موسى هو عبارة عن كلام واحد فإذا كان القرآن متضاربا بزعمهم لأنه هنا وين يحصلوا المسألة بالقرآن أنت بدك ترد عليهم بأن اختلاف الشرائع بين الأنبياء والكتب السماوية المنزلة على الأنبياء هذه الكتب هي عبارة عن كلام واحد فإذا كان عزعمكم في تضارب في القرآن فقد جعلتم التضارب والتعارض في التوراة الأصلية وفي الإنجيل الأصلي وبين التوراة الأصلية والإنجيل الأصلي هن بيقبلوا يقولوا هيك لا هون بيخرصوا ارجع انتبه الكتب السماوية المنزلة على كل الأنبياء هي عبارة عن كلام واحد فلو كان فيها اختلاف تعارض لكن على زعم التوراة الأصلية والإنجيل الأصلي فيهما تعارض وفيهما اختلاف وبينهما تضارب وهذا غير صحيح هنا يخرسون لماذا يريدون حصر المسألة في القرآن ما عندهم دليل بس بيزدتوا الكلام زد كيف بدك تخرسهم بتقولهم هذه الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء هي عبارة عن كلام واحد فإذا أثبتتم بزعمكم وما بيقدروا أن تبهوا هذا من باب التهكم ومن باب يعني أن يبكتوا تقول لهم على زعمكم إن قلتم بوجود التناقض في القرآن فقد أثبتتموه في التوراة الأصلية والإنجيل الأصلي وما نزل على موسى وعيسى وآدم ومحمد وإبراهيم كل هذا فيه تضارب بزعمكم لأن كلها الكتب السماوية هي عبارة عن كلام واحد وهون اسمعوا معي كان من شريعة آدم أن يزوج بعض بنيه من بعض بناته مع اختلاف البطن ثم حرم ذلك نزل على النبي الذي جاء بعده تحريم هذا وصار محرما إلى يوم القيامة لأن هذا شيء سبق في علم الله أنه يكون إلى هذا الوقت ثم ينسخ شو هو النسخ ما هو النسخ هو رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق هذا بوحي وهذا بوحي وهذا مش تضارب واسمعوا معي الطبيب وهذه المسألة للتقريب ليست للتشبيه الطبيب الحازق الخبير المجرب يصف دواء للمريض ويأمره بأن يأكل كذا وكذا إلى وقت كذا فإذا تغير حال هذا المريض وانتقل مزاجه من شيء إلى شيء ينهاه الطبيب يقول له بعد الآن هذا الدواء يضرك إياك يحزره فهل هذا يعتبر هل هذا يعتبر تضاربا في علاج هذا الطبيب لا إنما كان من مصلحة المريض أن يأخذ هذا العلاج في هذا الوقت ثم لما تغير نزاج هذا المريض منعه منه ووصف له شيء آخر وهذا مثال قلنا للتقريب وليس للتشبيه فما أحله الله في وقت وحرمه في وقت آخر لهو الناسخ والمنسوخ ما فيه شيء من التضارب ما فيه شيء من التعارض وإلا فمن يزعم أن هذا تضارب تعارض فقد أثبت التضارب والتعارض والتناقض في التوراة الأصلية والإنجيل الأصلي لأنها عبارة عن كلام واحد أزلي أبدي وهو كلام الله فالقرآن ما فيه تضارب القرآن ما فيه تعارض الآيات المتشابهات لا تحمل على ظواهرها ترد إلى الآيات المحكمات فنوفق بينها ماذا قال ابن بطال شارح البخاري يجب قال يجب رد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات قال يجب هكذا نوفق بينها هكذا نجمع بينها أما على مسلك المشبهة فقد وقع فيما وقع فيه اليهود وقد ذمهم الله فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إذن ألخص ما شرحنا أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة السابتة ومما يجب اعتقاده أن القرآن محفوظ من التحريف والتغيير والتبديل وأنه ليس من تأليف جبريل وأن جبريل لا تصرف له فيه إنما نزل به بأمر الله على محمد وأن القرآن ليس فيه تناقض ولا تضارب ولا تعارض قال الله تعالى كتابا متشابها أن يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والتصديق والحمد لله رب العالمين هللوا وصلوا على النبي